بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع النص الوظيفي أول درس من كتاب في رحاب اللغة العربية للمستوى الثاني ابتدائي أول درس أدخلني الأستاذ حجرة بها تلاميذ وأجلسني في المقعد الأول إلى جانب أصغر تلميذ فنظر إلي مبتسما وكأنه يحيين تحية ترحيل بدأ التلاميذ ينقلون الدرس المكتوب على الصبورة ترى كيف أبدأ أول درس تمشى الأستاذ ببطء حتى وصل إلى مقعدي وكتب في ضفتري أحب مدرستي ثم طلب مني أن أكرر كتابة هذه الجملة عاد الأستاذ وألقى نظرة على ما كتبته فاشد خفقان قلبي ربت على كتفي ثم قال لي حسنا قريبا ستتعلم أكمل الصفة المضافة لكلمة حجرة حجرة فسيحة حجرة فسيحة مزينة نظيفة أفهم أين أجلس الأستاذ التلميذ الجديد؟ أجلس الأستاذ التلميذ الجديد إلى جانب أصغر تلميذ ماذا كتب الأستاذ للتلميذ الجديد؟ كتب الأستاذ للتلميذ الجديد أحب مدرستي أفكر أتحدث عن اليوم الأول الذي دخلت فيه المدرسة هنا كل تلميذ وتلميذة سوف يتحدث عن اليوم الأول الذي دخل فيه المدرسة مثلا في اليوم الأول الذي دخلت فيه المدرسة رفقة والدي استقبلنا المعلم بابتزامة خفيفة أدخلني القسمة وأرشدني إلى مقعدي في النص جملة تدل على تشجيع الأستاذ للتلميذ أقرأها يعني هنا أقرأ هذه الجملة التي تدل على تشجيع الأستاذ للتلميذ الجملة هي ربت على كتفي ثم قال لي حسنا قريبا ستتعلم أنجز أحول نظر إلي مبتسما أحول هذه الجملة إلى الضمير أنت الضمير أنت 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 نظرت إلي مبتسما أنت نظرت إلي مبتسمة أنت نظرت إلي مبتسما أنت نظرت إلي مبتسمة أقرأ وأجيب بأفعل أو لا أفعل أكتب قبل أن أفكر في الجواب هذا خطأ يعني لا أفعل أتكلم بأدب مع الذي أتحدث إليه نعم هذا جيد نعم إذن أضع علامة في أفعل أبحث أعد بطاقة تعريف لي وأخرى لأحد أصدقائي أو صديقاتي في المدرسة إذن أعد بطاقة تعريف لي كل تنميذ وتنميذ سوف يعد بطاقة تعريف له مثلاً الإسم الشخصي، الإسم العائلي، لتاريخ الإزدياد مثلاً المدرسة التي يدرس بها، الهواية، إلى آخره الكتابة، الخط، رسم حروف متقاربة نطقاً القاف، الكاف، قا، كا هذان الحرفان متقاربان نطقاً اشترى كمال قلم رصاص جديد من المكتبة إذن سوف نكتب ونتدرب على الكتابة الإملاء الإملاء رسم حروف متشابهة الطاء الضاء أقرأ قال الأبو ظافر لابنيه سنضع لكم الحاسوب في مكان مناسب في وسط المنزل ويخصص لكم وقت ترتبطان فيه بشبكة الإنترنت ألاحظ وأكتسب حرف الطاء في أول الكلمة في وسط الكلمة وفي آخر الكلمة حرف الضاء في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة طائر ظبي مظلة حرف الطاء في أول الكلمة حرف الضاء في أول الكلمة حرف الضاء في وسط الكلمة أنجز على لوحتي أبحث عن كلمات تشتمل على حرف الضاء ثم على حرف الطاء ظرف نظام حظ طوق مطعم بلاط أعد معجما للحروف المتقاربة رسما الطاء الضاء يعني المتقاربة من حيث الشكل والكتابة مثلا الطاء والضاء مثلا السين والشين مثلا الفاء مع القاف مثلا العين مع الغين النون مع الباء إلى آخر يعني هناك حرف متقاربة رسما الكتابة الكتابة الإنتاج الكتابي أكتسب وأتدرب ألاحظ وأقرأ نبيل يداوم على الحضور إلى المدرسة وينجز واجباته بطقة هنا ألاحظ هنا على إلى بي تسمى حروف الجر على إلى بي حروف الجر كثيرة منها على إلى الباء على وإلى والباء إذا دخلت على اسمي فإنها تجره ما معنى تجره تكسره على الحضور إلى المدرسة بطقة لا نقول مثلا على الحضور أو على الحضور دائما على الإسم الذي يأتي بعدها يكون مكسور يعني مجرور على الحضور إلى المدرسة بطقة أبني جملا مع أستاذي ومع رفاقي أسماء تنتبه لشرح الأستاذي وتشارك في الدرس إذا هنا تعرفنا على حروف الجر على إلى والباء في هذه الجملة هناك اللام لي وهناك في إذا على إلى بي لي في هذه كلها تسمى حروف الجر لشرحي في درسي أرتب ما يأتي لبناء جملة مفيدة مبتدئة بكلمة سمير جسمه على تلميذ نظافة يحافظ ولباسه نظيف إذن هذه الكلمات فهي غير مرتبة سوف نرتبها لبناء جملة مفيدة سبتدئ بسمير إذن سمير تلميذ نظيف يحافظ على نظافة جسمه ولباسه إذن نكتب الجملة سمير تلميذ نظيف يحافظ على نظافة جسمه ولباسه أضع مكان الكلمات التي تحتها سطر كلمات أخرى قال الأستاذ النظافة من الإيمان مثلا قال الأب الكرم من شيم العرب القراءة المشتركة قسمي قسمي فسيح ما أجمله قسمي منير ما أروعه يا رفقتي يا صحبتي لا تتأخروا كي ندخله فيه الكثير لنتعلمه قسمي فسيح ما أجمله وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا وإلى درس جديد بحول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته